بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى عندنا جلساء ساعات ما بنقدرش نفرقهم وساعات بيفردوا نفسهم علينا والجليس من ده لما يفرد نفسه علينا بيفضل حالة من الحالات العبء الكبيرة ممكن تحصل لنا في حياتنا جليس النهاردة مش هقدر أقول إنه هو من الجليس الحسن أكيد ولكن هو من جليس السوق لكن بعض الناس بيعتبرون مفروض عليهم بس هو في الحقيقة مفروض علينا الجليس ده بيبقى في حياتنا في بيئة العمل الجليس بيخلي بيئة العمل أنا آسف يعني زي الجحيم زي ما فيه ناس كتيرة دلوقتي بتستخدم في مجال العلاقات لفظ توكسك يعني سام فالجليس ده بيخلي بيئة العمل كمان بيئة توكسك يعني بيئة مسامة جليس بيخلي الإنسان في بيئة خايف يدخل المصيادة طول الوقت مصيادة إيه؟ مصيادة النميمة جليس النهاردة هي نميمة العمل أو النميمة في العمل الله سبحانه وتعالى علمنا وفتح لنا باب الرؤية عشان نشوف في الحياة فقال لنا سبحانه وتعالى وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فعلمنا إن علاقتنا في العمل مش مجرد علاقة بناخد فيها مرتب في آخر الشهر وخلاص أو قد إيه أن نحقق نجاحات مهنية ونترقى في السلم الوظيفي لكن تعلمنا إن العمل عندنا قيمة أوسع من كل ده العمل في حد ذاته قيمة وأي حاجة تسمع إن هي محل نظر الله فهي قيمة فالعمل لإنه محل نظر الله ونظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هو اللي خلى العمل قيمة مش بس مش بس خلى العمل قيمة ده كمان إحنا عايزين نربط الاعتبار للعمل ونخلي نظر الله لينا ونظر حضرة النبي لينا ونظر المؤمنين مش نظر مراقبة ولكن نظر لرعاية وهداية ومدد وتوفيق وسند ورضا فكانت الآية دي من الآيات اللي دلتنا على إن الله سبحانه وتعالى إزاي رفع شأن العمل في حياتنا فالآية دي بتقول لنا إن العمل جزء أصيل في حياتنا ركن من أركان الحياة العمل عندنا مش حاجة ممكن إنسان يعملها لو عايز يكتسب لا العمل ده جزء من الحياة فالعمل حياة الناس اللي جم مع التدين الكمي وسمموا عبارة لما كانوا بيقولوا العمل عبادة فقالوا لهم العمل مش عبادة إزاي عمل مش عبادة وإذا كان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا العمل آه واحد يقول لك العمل ده عن العمل الصالح العمل الصالح ما إحنا بنعمل في العمل اللي بنكتسب منه المال إيه اللي حاصل اللي بنكتسب منه المال ده واتبين نعمل ربنا فيه فهو عبادة إنت بقى حولته إلى عادة يبقى أنت اللي أفسدت العمل العمل في الأصل أنه عبادة والذي أفسد العمل هو الذي حوله إلى عادة ليه حضرة النبي يقول من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له إيه ده أنا سمعت الكلام ده في الصلاة سمعت الكلام ده لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اكتنبت الكبائر فالعمل مكفر للذنوب من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له يبقى عبادة ولا مش عبادة عبادة لكن بعض الناس عشان يقولوا العمل عبادة وتسيب الصلاة مين اللي قالت تناقض وتعارض الغبي ده وعشان كده من أكثر الأشياء اللي بتفسد على إنسان شعوره بقيمة العمل وقدسيته وأن تكون بيئة العمل مليانة بالنميمة وده اللي بيخلي كتير من الناس يقولوا محدش يقول للعمل عبادة لا العمل عبادة العمل عبادة لأننا نقصد به وجه الله ونرى فيه نظر الله إلينا بنشوف ده في إيه بقى بنشوف قد إيه الناس بقى مش حاسة إن العمل قيمة ويحس بقى النميمة نشوف النميمة دي في إيه في موظف مثلا في قلبه غيرة من موظف تاني لأنه أكثر منه كفاءة وقدرة ومهارة وإيه اللي حاصل؟ فيروح يتتبعه عشان يحاول يطلع له صغرات في عمله ويضخمها ويوصلها للمدير تحت دعوة مصلحة العمل لكنها في الحقيقة بتكون لأجل مصلحته الخاصة عشان ياخد بمطة عند المدير أو يهد الثقة اللي حصلت في الشخص ده وفي الموظف ده اللي عنده ويا سلام بقى لو قدر يخلي الشخص ده شخص بتاع مصلحته شخص عاب يعمل ده كله لنفسه ويا سلام لو قال إن الشخص ده كل اللي بيعمله ده بيمثل هو مش حقيقي هو مش شخص مخلص في عمله هو طبعا كل اللي بيعمله ده عشان مصلحة العمل هو الراجل يعيني ما عملش أي حاجة